اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بأسمائه وصفاته ونعلم بأن القوي هو الذي يعطينا اليدو عند الأزمات وأن الرحيم هو الذي يرحمنا واللطيف هو الذي يلطف بحالنا والفتاح هو الذي يفتح لنا الفرص فالحياة مع الله مع أسمائه وصفاته في الساعة فلم تعرف علي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طالب داق عليه سلام عليكم دكتورة أنا أعطوني رقمتش بالأساس أن أنتي دكتورة في كلية الصيدلة وأبي أستفيد من خبرتش أنا مبتعث وإن شاء الله بروح صيدلة بدأ يتكلم الولد وكمية المعرفته بالمجال وأنه ش بيسوي بشهادتها وعقب ما يتخرج وهليح ما راح وعقب ما يتخرج وين ممكن يروح وشنو يكمل وأنا أسمع وقول له ما شاء الله تبارك الله أنا أول مرة إييني شخص يعني عارف عن التخصص أنت من المتتبه يعني شكلك الظاهر من أنت صغير متخيل عمرك سيدلاني شي يقول له والله صراحة صراحة دكتورة يعني وهو أنا طول عمري أبي أكمل طبيب وطول عمري حاطفي بالي أن أنا أتخرج وأروح كليات الطب بس لما طلع اسمي بالابتعاث طلع في كليات الصيدلة وقعد أفكر أأخر عمري سنة على ما أحس على كليات طب ثانية تقبلني ولا أن أنا خلص يعني لحل خير لعل أن أنا اسمي نحط في هذا المكان لحل خير فبديت أقرأ وبديت أبحث أقول تبارك الله يعني شنو كمية المرونة اللي عند هذه الأنسان اللي خلتها يعني يتشرب التخصص هذه المهارة اللي عنده اسمها المرونة brain elasticity وكذلك يسمونها التكيف adaptable أنه هو الإنسان adaptable بالظروف اللي أنت تحطينا فيه لم الواحد يشوف هذا الشيء وين موجود في ديننا وشلون الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن يصير عندنا هذا الأريحية مع النهايات مع التغييرات الله سبحانه وتعالى يقول لنا بأنه هو المبدئ وهو المعيد سبحانه يعني أي شيء ينتهي أصبر لا يضيك خلقك هناك رب مبدئ سيبدأ لك الشيء مهما انتهى هو رب البدايات وكذلك الله سبحانه هو المعيد يعني الشيء لو ينكسر العلاقة تخلص ربي المعيد سبحانه هو اللي بيده يرجعها لمني نشوف هذه المرونة ونبين طالحها شنو أثرها على نجاح نجاح الناس نجاح الشركات بعطيكم مثال شركتين شركات عالمية كبيرة يعني مولتي مليونير شركة كلنا نعرفها كودك منهم يمكن جيلي عرف يمكن جيلي ديد اللي يسمع يقول شنو كودك صح لأنها خدفت ليش خدفت لأنها كانت شركة تصوير شركة يعني أفلام وشذي خلصت الأفلام نزين يا شركة تطوري خليصي عندك مرونة غيري لي ديجيت لا بس خلص خلصت الأفلام خلصت الشركة أما لو بنطالع مثال شركة ثانية برازيلية وهي شركة تخصصها إنتاج ورق نزين هذا الورق وين كانت تغذي تغذي في صناعة الكتب فكان الضغط عليها عالمي أما لما يت هذه الشركة وبدأ يخف عليها الضغط من خلص يعني الكتب ما قاعد يصير في إنتاج وكل شي بدي يصير ديجيتل وكندل وكل هذه الأشياء قالت توقف شركة لا ما توقف نزين أنا عندي مصدر ورق كبير أشي أزوي فيه أطلعت بإنتاج جديد إنتاج خيوط للملابس من الورق فصار الضغط العالمي مرة ثانية يرجع عليها لأن صنعت الملابس شي ما ينتهي يعني الأبحاث العلمية تدعم هذا الكلام وتقول أولا الشخص اللي عنده مرونة أقل عرضة للإكتئاب ليش؟ لأن ما يوقف عنده شي ويقول بس خلاص انتهى أنا الحين بزعل وبستسلم لا هو عنده مرونة فما رح يكتب الدراسة الثالثة شو تقول تسوت على ناس عندهم مظايف صعبة اللي مثلا شفتات ليل طبيعة الشغل متعب لقوا إن هذول الناس لوموا المرونة اللي عندهم كان أثر طبيعة الوظيفة على صحتهم العقلية ولكن المرونة اللي عندهم هي اللي خلتهم يقدرون يكملون رابع دراسة تسوت على جنريشن واي جنريشن واي اللي هو الجيل اللي هو من مواليد 96 اللي هو مواليد 2012 الجيل اللي نولد مع التكنولوجيا وتاربع على التكنولوجيا اللي متعودين إنه everything is a click away كشي الطق يوصل لك تبي شيء من أمريكا الحين تطلبه من أمازون تيب مدري شو فهذا الشخص إذا ما كان عنده مرونة راح يضيع لأن أقول لكم قصة صديقتي داكة علي ذيك المرة تقول لي مريم تخيلي قايل حق والدي اليوم أنت عليك العشاء والده جي متوسط نزيل قال أنت اليوم أنت عليك العشاء تقول لي خلاص ماما لازم ننزل تيك توك تقول لي ليش حبيبي إحنا ما ما ننزل تيك توك حق عمرك تقول لا ماما بس أنا شفت ربعي لما يشوفون تيك توك في عندهم رسيبيز عجيبة خمسة عش ثانية تقول لازل يشتبي رسيبي خمسة عش ثانية في دقيقتين بيوتيوب في دقيقة لا ماما ويد بطي شنو دقيقتين أنتو متخيلين شلون أنه هو عالم السرعة اللي هم عايشين فيه فذول هالجيل والجيل اللي بعد اياي ذول إذا ما تعودوا على المرونة وما يخالف وفي صبر وترى عادي الشي يتأخر راح يتعبون صدقوني انتو شفتوش كثر العلم يدعم أن المرونة شي مهم حق الإنسان ديننا كذلك ديننا نبنى على المرونة الله سبحانه وتعالى يتقبل منك كل حفاداتك دام النائية وفق شرع الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك يعني أنا الحين أنت شنو مودك تبي الحين تتقرب بذكر تبي تتقرب بصلاة تبي تتقرب بصيام الله سبحانه وتعالى يتقبل منك دام أن أنت نيتك التقرب وهو شي نفس ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبي أراويكم صورة بصرية جميلة لآية الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها الرسول عليه وسلم اتبين لنش كثر كمية المرونة والتيسير مع الإنسان مع الإنسان ورفق لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد يقول الله سبحانه وتعالى للرسول إن ربك حاك دا بيتصار ما يخالف نصة إذا مو نصة ثلثة إذا والله سبحانه وتعالى يقدروا الليلة والنهار هل يمألن تحصوه يدرينا أنتوا ما راح تقدرون تقيمون الليل كله بس أنا بتقبل منكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن لو شي بسيط ولكن اقرأ لا تترك بعدين الواحد لما يشوف شلون ديننا يحرصنا نحن أننا أحنا يكون عندنا مرونة في تقبل أراء الناس في سماع الناس فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذول الناس يمتدحهم يقول عنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يعني الله سبحانه وتعالى قا يقول لنا هذول الناس اللي عندهم مرونة في سماع الناس أنه ممكن اللي قاعد يقولون ترى في شيء وشين وزين بس أهم قاعدين يأخذون أحسن القول بعدين يمدحهم الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هداهم الله اللي ربي هادي هو اللي بتعامل شذي مع الأقوال وأولئك هم أولو الألباب أولو العقول النيرة المفكرة كذلك الرسوع يسلم شلون متكيف مع الصحابة فيستشيرهم يسمع رأيهم الرسوع يسلم في غزوة الخندق اللي هي من أصعب الغزوات يعني يا يين المشركين من كل مكان شن سوي فيا سلمان الفارسي يقول له يا رسول الله ايش رايكنا ابني خندق احنا كنا في الفرس اذا غزينا يعني اذا يوه ولون اللي مكاننا خندقنا سوينا خندق عشان ما يقدروا يمرون ما كان رسوع يسلم تبسط جيك شلون بنبني خندق حوالين المدينة وين بنحطها وش كبرى وشلون بنزوي مرونة وتكيف في تقبل آراء والتطور يلا فكرة يديدة خنسويها ان شاء الله تشتغل وش تغلت فضل الله سبحانه وتعالى فاحنا الحين لمني نسمع كل هذه كل هذا المدح وال والأبحاث والأشياء اللي تدعم هذه المرونة احنا نبي نبدي نطبقها في حياتنا شنو خطوات عملية انا حين بصير مرن تشوقت يلا بصير مرن شلون واحد صار لك ظرف شي صعب اول سؤال تسأله هم اقدر اغير هالظرف ولا لا اذا ما يتغير لا تعب نفسك ولا تحط طاقتك كلها في التذمر والاكتئاب والتحلطم فيك طاقة دور حل وحاول تغير الشي اللي ممكن تغيره الامر الثاني لازم المرونة مو معناته ان الواحد ما يكون عنده طموح انه يعني خلاص اه ما انقبلت خاص بقعد ما صار لي شي اوكي خلاص بس لا المرونة اي هي مهارة نتر عندك القدرة بين مجارات الواقع شنو كعي يصير الحين وبين الطموح اللي عندي فهذا لازم يكون دائما حاضر في كل قرار اسوي سمعوا قصة هذه الام العظيمة ام طول حياتها عايشة في بيت امدللة ريلها قايم فيها ماكو شي ناقصهم ولدها يعني تو داخل الجامعة وفي كلية الطب طبعا يعني هو هذه القصة خارج الكويت اهم الجامع عندهم مكلفة وايد مكلفة خاصة ان الطب مو اي شي مو اي شي يعني الصرف على طالب يدرس طب قومي يا الابو توفى لما الابو توفى ماكو مصدر للدخل ماكو سوالف اوه والله تقاعد ونصرف على الام ومادري شو ماكو شي وقفة الدنيا انشفت زين الولد يعني يما ترى انا في مصاريف في فلوس في رسوم لازم تدفع الجامعة هل خلاص وقف حلمي تابيني اطلع من الجامعة واشتغل عشان ادعم البيت اعتلاح حبيبي انا راح ادور الحل وقومي الام المرنة تخيلوا ترى هي طول عمرها قاعدة في بيتها بس هي خريجة الجامعة عندها شهادة قامت واذكرت الشهادة اللي هي عندها اطلعها تنفض عنها الغبار وتقول الحين جاء وقت العمل هاشوف الانسان المرن عند القدرة من الانتقال من الرفاهية التامة الى الكدح والمشقة والجد لانه خلاص يدري انه هي الظروف مذهبته وهي طبيعة الحياة لما قامت على ريلها وكملها الولد الطب يعني لو مو مرونة الام كانت تقدر تقعد تندب حظها وتقول خلاص يا حبيبي اطلع وانا شا سوي وانا ما اعرف وانا هذا الوضع اللي انا عشت فيه طول حياتي ابدا احنا عشان يكون عندنا هذه المرونة في حياتنا نطلبها من الله اولا فنقول اللهم يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك ان تيسر لنا كل خير سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كم ضل عبدك يا اله فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوران مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر